عايزة روح لمقالة كتبها كاتب بريطاني وعايزة اقول لحضراتكم ان المقالة دي مش بالسهل كده ممكن تطلعوها لان هي paid يعني مقالة مدفوعة الموقع نفسه عشان تدخل عليه لازم يبقى فيه pre-payment قبل ما تدخل على الموقع ده ده نص المقالة المقالة كتبها كاتب بريطاني نزلها على financial times البريطانية كاتب البريطاني ده هو نيك باتلر نيك باتلر كاتب مقالة الحقيقة عنوانها شدنا جدا بيقولك a power shift in the Middle East يعني تغير قوة فيه أو تغير فيه القوة في الشرق الأوسط وكاتب الحقيقة الساب هيدلاين كاتبوا انه the opening of the Zohr gas field is a big opportunity for Egypt's energy ambitions انه افتتاح حقل زهر للغاز فرصة كبيرة لمصر لطموحاتها في الطاقة العنوان الحقيقة مهم جدا والمقالة دي مهمة ايل فيها انه بقى متكلم نيك باتلر متكلم فيها انه القاهرة تقدر تستعيد الاكتفاء الذاتي في غدون 18 شهر القادمة وتقدر تكون مرة تانية او تصبح مرة تانية دولة مصدرة للغاز ده بناء على اكتشاف حقل زهر يعني هو عامل article بتكلم فيها بيقول ايه اهمية اكتشاف زهر وانه مصر تقدر برضو بناء على هذا الاكتشاف انها تبني على دورها الحالي دلوقتي بيعتبرها حاليا احد اهم المراكز التجارية الموجودة في المنطقة وواصف المكان الاستراتيجي بقى او الجغرافي اللي فيه مصر بيقولك انه ده المكان المثالي لربط الاسواق الغربية مع الاسواق الشرقية نيك باطلر برضو في نفس الارتكل كاتب انه موقع مصر الجغرافي ده مميز جدا وانه لها فرصة كبيرة لانها تقع على مفترق طريق التجارة الدولية الناشئة في الغاز الطبيعي واشار الى انه بدء انتاج الغاز من حقل ظهر العملاق على بعد 150 ميل قبالة السحل المصري في شرق البحر الابيض المتوسط في ديسمبر الماضي طبعا يعني اعتبر في المقالة كاتب انه الحقل ده حقل ظهر من اكبر الاكتشافات خلال العقدين الماضيين خصوصا مع احتياطي بيقدر ب30 تريليون قدم مكعب ومن المتوقع انه يرتفع الانتاج ل2.7 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول عام 2019 وانه تطور الحقل ده والطاقة الانتاجية فيه في اكتر من عامين ده يعتبر نجاح كبير جدا للشركة العاملة طبعا الايطالية ايني الايطالية ووضح انه فيه عدد من التطورات الاصغر حجما زي حقل دلتا غرب النيل هي صحيح اصغر حجما من فكرة اكتشاف حقل ظهر لكنها برضو مهمة جدا متكلم في المقالة انك باطلر على غرب النيل متكلم على شركة كذا حاجة الحقيقة متكلم على بريتش بيتروليوم حقل دلتا غرب النيل اللي بتعمل فيه شركة بريتش بيتروليوم وبيضيف الى امدادات الغز وقايل انه اكتشاف حقل ظهر خلى مصر مركز للاستثمار الصناعي مع امكانيات قوية خصوصا مع اهتمام شركات زي اكسون موبل وروزنفت بالحقل وغيرهم من الشركات كاتب يعني انه فيه شركات كتيرة اكسون موبل روزنفت نفط مهتمين بهذا الحقل ومهتمين ان هما يستثمروا في هذا الحقل دي مقالة الحقيقة هايلا باور شيفت ان دا ميدل ايست باي نيك باطلر موجودة على فينانشل